ترأس سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة وفد مملكة البحرين المشارك في عمل النسخة التاسعة والعشرين لقمة الشراكة الفين واربعة وعشرين التي تنضم بمشاركة واسعة من ممثلي الدول والشركات العالمية من مختلف أنحاء العالم وخلال المشاركة أكد سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة على الأهمية البالغة لهذه القمة في دعم جهود الحكومة والدول المشاركة في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مختلف المجالات التنموية وشار سعادته في هذا السياق إلى أن جمهورية الهند تعد أحد أهم الدول الاقتصادية التي رسمت لنفسها حضارة اقتصادية متميزة وعرب عن عملهم بأن تحقق القمة أهدافها الطموحة الرامية إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية وتشكيل أطر جديدة للتعاون الاقتصادي بين دول العالم وقد اجتمع سعادة الوزير على هامش قمة الشراكة بسعادة السيد بيوش جويال وزير التجارة والصناعة بجمهورية الهند الصديقة حيث تم بحث فرص التعاون في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار وتوسيع أفاق الشراكة مع جمهورية الهند الصديقة ترجمة نانسي قنقر